اشتركوا في القناة واكثر من 100 ألف مصن يتحدون لإجراءات الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى الطائرات التركية تقصف مواقع في محافظة تهوك شمال العراق وتتعرض لنيران المضادة وأنقراء تؤكد استمرار عمليات القصف عشرات الشهداء والجرحى في انفجار استهدف مسجدا شمال أفغانستان ومواقف تندد بتصاعد العمليات الإرهابية في البلاد موسكو تعلن عن قتيل و27 مفقودا في غرق الطراد موسكفا وبوتين يربط اللقاء بزلينثكي بنتائج المباحثات الجارية بين البلدين موسيقى الرئيس التونسي يأمر باستبدال أعضاء الهيات العليا المستقلة للانتخابات والغنوش يصف الخطوة بمحاولة أخرى لتركيز الحكم الفردي موسيقى عشية الصمت الانتخابي ماكرون ولوبان يتبادلان الاتهامات بإحداث شرخ في البلاد واستطلاعات الرأي تظهر تقدم الرئيس الفرنسي على منافسته موسيقى أهلا بكم أعلنت شرطة الاحتلال اعتقال أربعة فلسطينيين من أم الفحم بذريعة الإخلال بالنظام العام بعد مسيرة حاشدة خرجت في المدينة نصرة لمدينة القدس وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسير للدموع بكثافة تجاه المتظاهرين المشاركين في المسيرة ونددت التظاهرة باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك موسيقى 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 الاكس المبارك النحمي المسجد long이 المبارك النحمي المسجد الاكس المبارك dissidenten والمسلمة الله على ما نكون شهيد أدى ألاف الفلسطينيين صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك مرددين هتافات نصرة للمقاومة وفي وقت سابق ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القبز المحتلة أن أكثر من مئة ألف مصلا أدوا صلاة التراويح في الأقصى رغم الإجراءات أو إجراءات قوات الاحتلال المشددة وأظهرت مقاطع فيديو احتشاد ألاف الشباب وهم يرددون شعارات مصرطة للمسجد الأقصى بعد يوم الحافل تصدوا خلاله لاقتحامات شرطة الاحتلال إنها ليالي رمضان المباركة ألاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الفجر من الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى المبارك بعد نحو نصف ساعة من انتهاء الصلاة اتحمت قوات الاحتلال باحات المسجد من جهة باب المغاربة مئات الشبان تصدوا بالحجارة فيما أصيب العشرات بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت عدد منها إصابات خطيرة ثلاث ساعات من المواجهة المستمرة حتى انسحب عناصر الاحتلال تماما أين الأمة العربية والإسلامية؟ هذا الاعتداء الحاقد النازي الفاشي على المسجد الأقصى وعلى المصليين الآمنين هذا مكان عبادي نحضر إلى المسجد الأقصى من أجل إثبات هوية هذا المسجد الأقصى من أجل إثبات هويتنا في هذا المسجد الحق لنا ولا يوجد أي مناجع لنا في هذا المسجد سبعة اقتحامات للمسجد الأقصى في أسبوع واحد فضلا عن اقتحامات المستوطنين المتطرفين خلال الأيام الخمسة الأخيرة والتي بلغ فيها عددهم ثلاثة آلاف وسبعمائة مستوطن الآن يعود الهدوء إلى باحات المسجد الأقصى المبارك بعد أن قام الفلسطينيون المرابطون بتنظيف باحاته من آثار العدوان الإسرائيلي هذا المكان كثير مقدس وكثير مكان رائع ومصر النبي صلى الله عليه وسلم شرفنا أن نزوره طبعا وندفع عنا ونحميه والفخر والعزة والفخار لشباب القدس هم رأس الحربة نحن الخط الأول إن شاء الله ومرابطون في المسجد الأقصى رغم الخذلان اللي منشوفه والله المستعان 150 ألف فلسطينيين أدوا صلاة الجمعة توافدوا إلى قدسهم وأقصاهم برغم تعزيزات الاحتلال واعتداءاته الذي ما زالت قواته في جاهزية عالية في ظل تقديراتها باتساع رقعة المواجهة في كامل التراب الفلسطيني هنأم حميد القدس المحتلة الميادين وتزامن تدفق المصلين الفلسطينيين في البلدات القديمة باتجاه الأقصى مع تدفق المسيحيين الفلسطينيين باتجاه كنيسة القيامة الخاضعة بدورها لقيود فرضها الاحتلال يأتي ذلك فيما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها على الحواجز التي ازدحمت بالفلسطينيين الذين شدوا الرحالة إلى الأقصى تمسكا به وإفشالا لكل مخططات الاحتلال مقص التسليلات ومتسليلات هذا كله كذب ولا فيه من هذا الحك نهائي فيش تسليلات أقول قاعدين بس يكذل إعلاميا بيحكوا في تسليلات بس على أرض الواقع ما في تسليلات حتى النسوار رجعوهم الختارية رجعوهم ليش مع استسريح أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة في منطقة مفتوحة في مستوطنات الغلاف بالقرب من السياج الحدودي موقع والا الإسرائيلي أشار إلى أن صفارات الإنذار فاعلت فقط على التطبيقات في منطقة مفتوحة مشيرا إلى عدم وقوع إصابات مسيرات حاشدة في غزة دعماً وإسناداً للقدس ورفضاً للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة التفاصيل مع أحمد غانم التي ترفع اللواة تنديداً باعتداءات الاحتلال على المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى وتأكيداً لهوية القدس التاريخية ورفضاً لمخططات التهويل خرج ألاف المتظاهرين في مسيرات حاشدة شمال قطاع غزة للتعبير أيضاً عن إسنادهم ودعمهم الضفة المحتلة دماؤنا فداء الأقصى وفداء القدس ومع أهل القدس والمرابطين في المسجد الأقصى نفديهم بأنفسنا وأموالنا وأولادنا لن نرضى بأن يكون مساس هناك على الأقصى المبارك ولن نسمح لتهويده ولن نسمح لتقسيمه زمينياً ولمكانياً نخرج اليوم في غزة المحاصرة دعماً لكم وشداً على أيديكم فصائل المقاومة الفلسطينية أعادت تأكيد جاهزيتها للرد على اعتداءات الاحتلال في القدس والضفة الغربية مشددة على فشل مشاريع تقسيم الأقصى وداعية إلى مزيد من الوحدة لمواجهة مخططات الاحتلال فصائل تتابعاً كثب تطورات الأحداث وتحدى العدو الصينوري من مغبة الاستمرار في عدوانه وغيه ونؤكد أن يد المقاومة على الزناد وأن دبح القرابين يعني دبح المستقبل السياسي لقادة المحتل نحن والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية يداً واحدة في مجاد مقاطعة العدو الصجوني لن نقبل ولن نسلم بالقسمة الزمانية وننقبل أبداً بفرض الرواية الصجونية على بيت الله اعتداءات جيش الاحتلال يتطلب وحدة وطنية ميدانية وتصعيداً للمقاومة الشعبية ولكل أشكال المقاومة أن نحبي المسجد الأقصى المبارك ودعت حركة حماس الأمة العربية إلى ممارسة دولها في نصرة فلسطين ومقدساتها والعمل على مواجهة المطبعين ومشاريعهم يتواصل الحراك الشعبي الرافض لعدوان الاحتلال في القدس والضفة الغربية في ظل تأكيد فشل مشاريع التهويل والاستفراد بالساحات لاعتبارها حيزاً وطنياً واحداً لا يقبل التجزئة أحمد غانب غزة المياد اعتقلت قوة من الجيش الإسرائيلي أحمد السعدي خال منفذ عملية ديزنغوف في تل أبيب رعد حازم وفق ما أفدت به وسائل الإعلام الإسرائيلية واعتقل السعدي في قرية عربون وهو من سكان مخيم جنين فيما لا يزال والد حازم مطلوباً للقوات الأمنية إلى ذلك أفد الإعلام الإسرائيلي عن مواجهات واعتقالات تشهدها قرية أم الفحم في قضاء جنين خلال الساعة الأخيرة الحراك السياسي والديبلوماسي الإسرائيلي لاحتواء الانتقاد الدولي من جهة وتصد الفلسطينيين للاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى من جهة ثانية قبلهما قلق إسرائيلي من انزلاق التوتر نحو جبهة غزة والاستعداد لذلك تقرير من الإسماعيل تمسك الفلسطينيين بحقهم في التصدي للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الحرم القدسي الشريف أعاد القضية الفلسطينية إلى بؤرة الاهتمام العالمي وأثار انتقادات لإسرائيل من أقرب حلفائها وإن لم تخرج عن دائرة الأقوال من دون أن ترقى إلى مستوى الأفعال وزاد الخشية الإسرائيلية من انعكاسات ما يحدث في القدس على جبهة غزة في ظل تقديرات المؤسسة الأمنية والعسكرية بإمكانية حدوث تصعيد والاستعداد لذلك الاستنفار مقابل غزة في ذروته إلى جانب التوتر في الضفة وجبل الهيكل ورئيس الأركان أوعز بالاستعداد من الآن لتصعيد أي إمكانية اندلاع معركة في الوقت الحاضر في قطاع غزة وفي محاولة لاحتواء الانتقادين الدولي والإقليمي يبرز الحركان السياسي والديبلوماسي للحكومة الإسرائيلية حيث سجلت في هذا المجال حركة اتصالات تولاها وزير الخارجية يائير لابيد مع عدد من نظرائه وتوجد بلقائه الوفد الأمريكي الذي وصل إلى القدس المحتلة بهدف تهديئة الأمور حول الحرم القدسي التقدير الإسرائيلي بتحول المسجد الأقصى إلى بؤرة تفجر دبلوماسي خطيرة قد توتر علاقة إسرائيل مع بعض الدول العربية قابله تفاجأ إسرائيلي إيجابي بالموقف التركي المتساهل من المواجهات في الحرم القدسي وباللهجة المختلفة كليا التي ردها مراقبون إلى تطلع الرئيس التركي إلى بناء أنبوب غاز تركي إسرائيلي يصل إلى أوروبا من الواضح للجميع أن كل شيء يملف القدس إن كان في نهاية الأسبوع أو الأيام المقبلة فالقدس لا تزال المحرك لكل الأحداث في المنطقة تحول المسجد الأقصى إلى معدلة تؤرق الحكومة الإسرائيلية قابله تحذير خبراء من أنه حتى لو هدأ التوتر فإن الوضع الراهن في الحرم القدسي قد تغير وأن إسرائيل ليست هي من فرضت التغيير بل الشباب الفلسطيني الذي نجح وفقا لهم في خلق واقع جديد أصبحوا فيه هم أولياء المسجد الأقصى وحمادة تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اتصالا من المنصق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط تور وينسلند بحثا خلاله التصعيد الأخير في القدس المحتلة والضفة وغزة وقال وينسلند خلال الاتصال إنه نقل إلى الاحتلال ثلاثة رسائل مهمة بينها وقف الاقتحامات وعمال القتل في الضفة ووقف التصعيد في غزة بدوره حذر هنية من استمرار مساعي الاحتلال لتحقيق التقسيم الزمني والمكاني في الأقصى مشددا على أنه لا يمكن لأحد التحكم في الأحداث إذا استمر الوضع في غزة والأقصى بهذه الطريقة المفوضية السامية لحقوق الإنسان دعت إلى إجراء تحقيق فوري وشفاف في استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي القوة في مواجهة المصدين الفلسطينيين في المسجد الأقصى كما دعت الناطقة باسم المفوضية إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات منذ بداية نيسان أبريل وحتى الآن قتلت القوات الإسرائيلية 19 فلسطينيا بينهم ثلاثة صبياء وثلاث سيدات واجرحت عشرات آخرين كما أصابت في نهاية الأسبوع الماضي نحو 180 فلسطينيا بينهم لا يقل عن 27 طفلا خلال التوترات في المسجد الأقصى حيث كثفت القوات المدهمات وعمليات الاعتقال في جميع أنحاء الضفة الغربية ما أثر مخاوف جدية من الاستخدام المفرط للقوة وسوء المعاملة والاعتقالات التعصفية لأفراد عائلات المطلوبين هذا السلوك الإسرائيلي يثير مخاوف جدية من أن استخدام القوة كان واسعا نطاق وغير ضروريا وعشوائيا وتعديزا لصمود أهل القدس شهدت العاصمة الأردنية عمان مسيرة نظمها أتلاف الأحزاب اليسارية والقومية والملتقى الوطني لدعم المقاومة وعبر المتظاهرون عن رفض الشعب الأردني لأشكال التطبيع كافة مطالبين بإغلاق السفارات الإسرائيلية تقرير لانا شهيد حراك الأردنيين يتسارع على إيقاع اتساع رقعة عدوان الاحتلال واستدعاء الأردن القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية لم يشفي غليل المحتجين الذين واصلوا دعمهم لفلسطين في مسيرة جماعة الأحزاب اليسارية واليمينية المطلوب شعبيا هو إغلاق وكر الجواسيس إغلاق سفارة الكيان الغاصف في عمان وبنفس الوقت العمل على إعلان بطلان معاهدة هذه عربة مطلب هذه الشعوب طرد السفراء من كل الحاصب العربية حل مع هذا الكيان هو بالمقاومة ودعم هذه المقاومة وإسداد هذه المقاومة المقاومة البطلة اليوم هي عنوان هذا الشارع واليوم هي ربيع الأمة وهي ربيع العرب وهي ربيع فلسطين غضب يجزاح المحتجين من خذلان المجتمع الدولي ومن التطبيع العربي مؤكدين أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة المقاومة بالسلحة هي من تكمس المحتل المفاوضات أسل أو وادي عربة أو كام ديفيد كلها فشك فاضي كلها تسليم واعتراف بالصاهيون على أرض عربية أرض فلسطين نحن لا نعترف بأي مطبع لا نعترف حجرنا حزم الجيش الإسرائيلي فرض التقسيمين الزماني والمكاني في المسجد الأقصى يرفضه المحتجون ويؤكدون أن القدسة عربية فلسطينية محاكمة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة الجنايات الدولية خطوة أولى لابد من الشروع فيها يقول المحتجون ويؤكدون أن التطبيع مرفوض ويطالبون بدعم مقاومة فلسطينية لانا شهين عمان آل ما يدين أبناء الجالية العربية والإسلامية وناشطون بريطانيون شاركوا في تظاهرة أمام السفرة الإسرائيلية في لندن تنديدا بالممارسات الإسرائيلية في القدس المحتلة المتظاهرون أثنوا على بطولات المقدسيين في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى كما رفعوا شعارات تطالب بتحرير القدس من الاحتلال الإسرائيلي وردد المتظاهرون هتفات منددة بالصمت البريطاني حيال ما ترتكبه إسرائيل بحق الفلسطينيين مطالبين بوقفها صادرات الأسلحة إليها نحيي صمود الشعب الفلسطيني على امتداد فلسطين التاريخية بوجه الاعتداءات الإسرائيلية نحن هنا أيضا لنقدم الدعم لهم ولنطالب الحكومة البريطانية بالتوقف عن بيع الأسلحة لإسرائيل والتي تستخدم ضد الفلسطينيين أطالب بإزالة إسرائيل وإنهاء الدولة اليهودية ورحيل كل اليهود عن فلسطين دم يدافع الفلسطينيين بالحجارة عن مقدساتهم وعن بيوتهم وهؤلاء يقولون عنهم أنهم إرهابيون فما هذا التناقض؟ وضع العالم في اختبار حقيقي فعلا وأثبت أن هناك اززواجية في المعايير ولكن فلسطين من النهر إلى البحر إسلامية وعربية وسيعود أهلها لها إن شاء الله رئيس حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا كامل حواش قال للميادين أن تظاهرة لندن رسالة إلى الحكومة البريطانية لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل ووقف بيعها الأسلحة فهنا أخي أولا التضامن ثانيا شجب أمام هذه السفارة شجب ما تقوم به إسرائيل من عمليات إرهابية وأيضا رسالة للحكومة البريطانية التي تتملق بأنها أهم من يدعم الأوكرانيين في حربهم ضد ما يسمونه احتلالا وحربا وغيره منذ أيام ولكن لم يقفوا مع الشعب الفلسطيني يوما منذ 74 عاما فنحن هنا نوجد رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني وإلى وزيرة الخارجية البريطانية لنقول كفى هذا النفاق وعليكم الآن أن تتخذوا إجراءات ضد إسرائيل العاصمة الألمانية برلين كانت قد شهدت تظاهرات داعمة لفلسطين وتنديدا بالإجراءات الإسرائيلية القمعية بحق الفلسطينيين المتظاهرون نددوا بسياسة التطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين كما نددوا بالسياسات التعصفية للاحتلال بحق أهالي القدس المحتلة قصفت الطائرات التركية مواقع في منطقة شلدزاه في محافظة تهوك شمال العراق وأوضح مراسل الميادين أن نيرانا مضادة استهدفت الطائرات التركية وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد أكد أن عملية قفل المخلب التي ينفذها الجيش التركي في شمال العراق ستستمر حتى إزالة ما سمه التهديد الإرهابي في المنطقة وفي حديث إلى قناة خبر ترك أشار أكار إلى أن تركيا لا تطالب بأراض أجنبية بل تبدأ احتراما لوحدة أراضي العراق واستقلاله وسلامته مضيفا أن تنفيذ مهمات المرحلة الأولى من العملية تم بنجاح أفدت وكالة فارس باستشهاد أحد مرافقي قائد الحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوشستان إثر تعرض موكبه لإطلاق نار من قبل مجموعة إرهابية وأشارت وكالة فارس إلى أن فريق عمليات الحرس الثوري تمكن من اعتقال المسلحين الذين أطلقوا النار على سياراتهم وأشارت إلى أن الشهيدة هو نجل نائب قائد الحرس الثوري في المنطقة إلى أفغانستان التي هزتها هذا الأسبوع سلسلة انفجارات استهدفت دور دراسة وعبادة آخرها أمس حيث أدى تفجير مسجد خلال الصلاة الجمعة في قندوز شمال البلاد إلى استشهاد نحو ثلاثة وثلاثين شخصا بينهم نساء وأطفال وإلى إصابة أكثر من أربعين آخرين المتحدث باسم طالبان ذبيح الله موجاهد استنكر في تغريدة الجريمة التي تأتي بعد يوم على إعلان داعش مسؤوليته عن تفجير استهدف مسجدا في مدينة مزار الشريف الشمال أفغانستان قضى خلاله 12 شخصا وصيب العشرات فيما أعلنت حركة طالبان في اليوم التالي اعتقال العقل المدبر للتفجير طهران شددت على أن تصعيد العنف والإرهاب في أفغانستان هو مصدر قلق عميق وفي بيان تنديد بالتفجير في مسجد الرومي سكدار في أفغانستان قال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد قطيب زادة إن الهجوم الإرهابي في مسجد السنة في محافظة قندوز وقبله الهجمات الإرهابية على الشيعة في مزار شريف تظهر بوضوح النيات الخبيثة للإرهابيين المرتزقة الذين يسعون لإشعال حرب أهلية في أفغانستان وكان المرجع الديني السيد علي السستاني قد قدم التعازية بضحايا تفجير مزار شريف في أفغانستان ودع الأفغان إلى توخي الحذر أكثر مما مضى وتعاون مع المسؤولين عن الحفاظ على أمن اجتماعات الناس للحقول دون تكرار هذه المآسي الأليمة النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل أربعة جرحة في عملية إطلاق النار هي الثالثة في واشنطن من جديد أهلا بكم والآن إلى تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصدائها السياسية والاقتصادية أعلنت موسكو سقوط قتيل واحد وفقدان 27 شخصا في غرق التراد موسكفا الأسبوع الماضي إلى ذلك نقلت وكالة انترفاكس عن نائب قائد المنطقة العسكرية المركزية الروسية أن موسكو تخطط للسيطرة الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا ضمن المرحلة الثانية من العملية العسكرية وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية إيغور كوناشينكوف أن القوات الصاروخية والمدفعية دمرت مستودعات للوقود ومراكز قيادة أوكرانية وضف أن الطائرات الروسية شنت غيرات على منشآت عسكرية أوكرانية ودمرت نظاما صاروخيا أوكرانيا مضادا للطائرات من طراز S-300 قرب منطقة نوفوسيوركا اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كييف بمنع مقاتليها المحاصرين في ماريوبل من الاستسلام وقال خلال اتصال برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أنه لن يجري محادثات مباشرة مع نظير الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إلا إذا أدت المناقشات الجارية بين البلدين إلى نتائج ملموسى وبحسب الكراملان فأن بوتين أوضح لميشيل أن كييف ليست مستعدة للبحث عن حلول مقبولة للطرفين متهما الجانب الأوكراني بعدم الثبات على المواقف في المفاوضات قالت مساعدة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش سيزور موسكو يوم التلثاء المقبل للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كما سيعقد اجتماع عمل مع وزير الخارجية الروسي سيرجيلا أفروف وضفت المتحدثة أن جوتيريش سيتوجه إلى أوكرانيا لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير زيلنسكي ووزير الخارجية ديمتري كوليبة وأشارت إلى أن جوتيريش يأمل إجراء محادثات بشأن ما يمكن القيام به لإحلال السلام في أوكرانيا بشكل عاجل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون كشف أن عشرات العسكريين الأوكرانيين يتدربون في بريطانيا على استخدام عربات مدرعة صحيفة الجاردين نقلت عن جونسون الذي يزور الهند قوله أن لندن تدرب أيضا عسكريين أوكرانيين في بولندا على استخدام أنظمة دفاع جوي على أن يعودوا إلى بلادهم بعد انتهاء التدريب المتحدث باسم الفنتاجون جون كيربي أكد أن محاولات الاتصالات العسكرية مع الجانب الروسي تجري منذ عدة أسابيع لكن موسكو لم تبدي أي اهتمام بالرد كيربي وفي جواب عن سؤال الميادين أشار إلى أن العقوبات الروسية الأخيرة التي طالت عددا من المسؤولين الأمريكيين لن يكون لها تأثير على التواصل بين الجانبين لا تأثير للعقوبات الروسية على التواصل حاولنا التواصل معهم منذ عدة أسابيع ومن الواضح أنهم غير مهتمين بذلك أما فرضياتهم بتطبيق العقوبات على تلك الشخصيات فليس لها دور في تلكئي مساعل اتصال وبما أن العمليات الهجومية بدأت من جديد في دومباس نحن نعتقد أن هذا الوقت مناسب للتحدث مع القيادين الروس لكنهم ليسوا على استعداد للانخراط في ذلك أعلن الرئيس الأوكراني فولادمير زيلنسكي أن بلاده بدأت بتسلم الأسلحة التي طلبتها من الدول الغربية من دون أن يكشف أنواع هذه الأسلحة أو البلدان التي قدمتها وقدم زيلنسكي في كلمة له الشكر لمن وصفهم بالشركاء الذين أصغوا إلى أوكرانيا والذين يزودونها بما طلبت وكانت روسيا قد حذرت من تقديم الأسلحة لكييف معتبرة أنها ستكون أهدافا مشروعة لها فور دخولها الأراضي الأوكرانية حذرت واشنطن من أنها سترد وفق ما يقتضيه الأمر في حال أقامت الصين قاعدة عسكرية في جزر سليمان التي وقعت مؤخرا اتفاقا أمنيا مع بيكين وأعلن البيت الأبيض في بيان أن وفدا أمريكيا رفيع المستوى حذر القيادة في جزر سليمان من أن هذا الاتفاق قد يؤدي إلى تبعات أمنية إقليمية على واشنطن وحلفائها أعلن الجيش المالي عثوره على مقبرة جماعية قرب قاعدة أعادها الجيش الفرنسي قبل أربعة أيام في منطقة قاسي شمال البلاد وفي بيان أشارت هيئة الأركان العامة للجيش المالي إلى أن حالة التحلل المتقدمة للجثة يشير إلى أن هذه المقبرة الجماعية كانت موجودة قبل وقت طويل من تسليم القاعدة مضيفة أن المسؤولية لا يمكن أن تنسب إلى القوات المسلحة المالية أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العلية المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء شدد رئيس هيئة الانتخابات نبيل بافون قال أن الهيئة لم تعد مستقلة بعد مرسوم الرئيس معتبرا أنها أصبحت هيئة للرئيس بدوره رأى رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي أن الانتخابات ستفقد كل مصدقيتها بهيئة معينة من طرف الرئيس وأضاف أن قرار سعيد يمثل محاولة أخرى لوأد الثورة وعودة إلى ما قبل الثورة وتركيز الحكم الفردي المطلق هذا وأكد الرئيس التونسي دعمه لانضالات الشعب الفلسطيني في سبيل استرداد حقوقه وأرضه المسلوبة مشددا على أن القضية الفلسطينية هي قضية الإنسانية جمعة وخلال مأدوبة إفطار بحضور أعضاء الحكومة وسفراء الدول العربية والإسلامية بمعتمدين في تونس أشار سعيد إلى أنه يجري التركيز خلال الفترة الحالية على قضايا أخرى حتى تخرج القضية الفلسطينية من دائرة الاهتمام الدولي مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يعاني من مظلمة كبرى نحن معهم في نظالهم كل يوم بما أوتين من قوة لأن القضية هي قضية الأمة بل قضية الإنسانية كلها وعلى الإنسانية وليس على الدول أن يتذكروا أن هناك شعب تم تهجيره وأراض تم الاستلاء عليها وهناك للأسف تركيز على بعض القضايا الأخرى حتى يخرج الحق الفلسطيني من دائرة اهتمام المسلمين ولكن أن لهم أن تخرج القدس من وجدانه كل عربي وكل مسلم وقفة احتجاج نفذها العاملون في القطاع الصحي في تونس في مختلف أرجاء البلاد التي تعيش على وقع أزمة مالية واقتصادية تقرير مراد الدلنسي من داخل مقر الوزارة يرفع أعوان الصحة الصوت عاليا ضد الحكومة أما المطالب فهي مادية في الأساس تأخر في صرف الرواتب وتراجع عن الاتفاقيات السابقة بخصوص تعهد الوزارة انتداب مئات المتعاقدين في القطاع العام كل العاملين في قطاع الصحة مرتبات موقفة نحن عنا في حدود أكثر من 60 ألف عنا أكثر من حدود من 60 ألف مرتبات موقفة من مراقب المصاريف في جريمة نكره في افتزاز في افتعال جريمة على الأقل افتزاز عاليا الصحة في جريمة نكره في شرق ديل في شرق سيئم في شرق القرآن في شرق على الأقل عبادة ظاهرة تأخر صرف الرواتب في القطاع العام أصبحت أمرا مألوفا في تونس بسبب الضغط على الموازنة أما الإخلال بالتعهدات السابقة فيأتي بحسب مسؤولين حكوميين بسبب توجه الدولة نحو تجميد الانتدابات في القطاع العام احتجاجات أعوان وزارة الصحة العمومية ليست حدثا استثنائيا حيث يتوقع متابعون أن تشهد البلاد احتجاجات اجتماعية جديدة مع توجه الحكومة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية توصف بأنها موجعة اجتماعيا يأتي ذلك فيما يحذر اتحاد الشغل من تنفيذ إصلاحات اقتصادية على حساب الطبقة العاملة ولسيما أن الحكومة تلوح بتجميد الرواتب في ظل وصول نسبة التضخم إلى أكثر من 7% الوضع صعيب وصعب جدا على الحكومة وعلى الدولة الحقيقة الرؤية غير واضحة أين متجه الحكومة وأين متجه الموازنات العامة للدولة أسبوع حاسمة تعيش على وقعها البلاد فالحصول على قرض من صندوق النقد الدولي أصبح ضرورة ملحة لتجنب سيناريوات خطيرة مراد الدلانسي تونس الميادين في ليبيا عقدت حكومة فتح باشغة أول اجتماعاتها في مدينة السبه الجنوبية بعد شهرين على تشكيلها وسط تصريحات لباشغة يتهم فيها حكومة لدبيبة باستخدام المال من أجل البقاء في السلطة تقرير مهدي ديراني هي خلقة مفرغة تدور في طياطها الأجواء السياسية الليبية وتطوراتها فبعدما انقضت خمسة أشهر على فشل إجراء الانتخابات الليبية انقسام عبثي سياسي يزداد توسعا في البلاد الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عقدت أول اجتماعاتها في سبهة في الجنوب بعدما فشلت محاولاتها السابقة في الدخول إلى ترابلوس حيث ترفض حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد دبيبة وبدعم بعض الجماعات المسلحة تسليم السلطة للمجلس الوزاري الجديد فتح باشغة الذي أكد مرارا أنه لن يحاول الدخول إلى العاصمة بالقوة اتهم حكومة دبيبة باستخدام المال من أجل البقاء في السلطة متأسفا لإقفال موانئ النفط وكشف أن الحكومة قد استخدمت المال الواردة من النفط ووزعته على مجموعات مسلحة وميليشيات وإرهابيين لا أستغرب لا أستغرب تصريحات باشغة هذه سبقتها تصريحات لدبيبة شدد فيها على عدم سماحه بمراحل انتقالية جديدة وجر الليبيين إلى حرب أهلية لتترأس بذلك المشهد الليبي حكومتان تصر كل منهما على البقاء والعمل بشكل مغير عن الأخرى إذن الاستفافات السياسية الداخلية والخارجية التي عززت سلطة تنفيذية برأسين لتنحصر تداعيتها في إنهاء أمال ملتقى جناف وما يرافقه من طاولات حوار في الدول المجاورة إنما قد تنظر بعودة سنوات مطط من القتال والصراع الداخلي العسكري أكد وزير الدفاع في حكومة صنعاء محمد العاطفي أن القوات المسلحة اليمنية ارتقت أكثر في ظل عدوان التحالف السعودي على اليمن واستطاعت تحويل المعركة من الدفاع إلى الهجوم بفضل تضافر شهود الجميع جاء ذلك في ختام ورشة عمل لقيادات من وزارة الدفاع وهيئة الأركان حيث أشهد العاطفي بجهود منتسبي القوات المسلحة الكبيرة التي بذلت في مواجهة العدوان بدوره أكد رئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد الغماري أن القوة الصاروخية وسلاح الجو تطورا بشكل لم يتوقعه الأعداء والآن إلى ملف الانتخابات اللبنانية حيث تشهد دائرة كثروان جبال تحالفات جديدة في انتخابات عام 2022 ومنافسة بين اللوائح المسيحية لنيل أكبر عدد من المقاعد النيابية تستعد دائرة كثروان جبيل بكامل عتادها لخوض الانتخابات النيابية المقررة في الخامس عشر من أيار مايو المقبل سبع لوائحة تخوض هذا النزال في دائرة تعد عرين الموارنة فيما استقر الرقم على سبعة وأربعين مرشحا يتنفسون على ثمانية مقاعد نيابية في المشهد العام الصراع سيكون بين لائحتين في دائرة كثروان جبيل للحصول على أكثر من حاصل وهما لائحة الطيار الوطني الحر ولائحة القوات اللبنانية التي تعملان لنيل ثلاثة مقاعد نيابية نحن لائحتنا بعدها كما كانت أنا كنت تاني سكور جيبوا بمسيحيي لبنان وبالتالي البلوك تبعنا إن شاء الله نحافظ عليه أنا أخضع لإرادة الناس وأتكل على الناس بآخر لحظة شو بقى تعمل بسنديك الاقتراع إنما كل الأشياء يرتفيد إنه نحن على قاب قوسين أو أكثر من حصول على ثلاث معاعد أما اللوائح الأخرى فتسعى لضمان الحاصل الأول والسعي للثاني ولسيما اللوائح التي يترأسها النائب فريد الخازن والنائب نعمة فرام والنائب السابق منصور البون ترتكز عنوين لوائح سياسية متعددة في دائرة جبل لبنان الأولى على تكريس مبدأ مواجهة حزب الله في محاولة منها لتجيش الأصوات ومنع حصوله على المقعد الشعي في دائرة جبيل وهو ما يفتح الباب أمام كباش مرتقب بشأن من سيحصل هذا المقعد نحن لازم نظهر من عائلية أنه الطائف الشعي دائما ممثلة بلون واحد أو بفكر واحد أو برؤية نحن إذا اليوم جايين كادم جديد حاملين مشروع اقتصادي ومشروع تغييره هذا ما بيعني أنه نحن على خلاف أو على صدام مع أحد متغيرات كثيرة طرأت على المشهد الانتخابي في دائرة كسروان جبيل وتبدلت بين انتخابات عام 2018 وانتخابات عام 2022 لكن المؤكد أن نسبة الاقتراع سيكون لها الكلمة الفصل في تحديد النتائج النهائية في دائرة جبل لبدان الأولى المعركة على أشدها بين القوى المسيحية التي تسعى إلى تأكيد حضورها في معقل الموارنة لكن العين تبقى على المقعد الشعي التي تتنافس عليه سبع لوائح انتخابية فرح عمر جبيل الميادين وفي فرنسا دخل المرشحان للانتخابات الرئيس منوال مكرون ومرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبين اليوم الأخير للدعاية الانتخابية في محاولة أخيرة منهما لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الناخبين وفيما أظهرت استطلاعة رأي تقدم الرئيس منوال مكرون على منافسته مارين لوبين بتسع نقاط شن مكرون هجوما على غريمته متهما إياها بمحاولة خلق حالة انقسام في فرنسا بشأن الإسلام الملايين من مواطنين توجهوا إلى حزبها ومشروعها لماذا؟ أظهرت شعورا أن لديها حلولا لغلاء المعيشة وهي مشكلة حقيقية وأمل أن نتحدث عنها لكنني أثبت أن حلولها غير قابلة للتطبيق وهكذا جرى خلق حالة من الغموض بدورها قالت لوبين أن مكرون يجسد نخبوية خذلت الشعب وتهمته بأنه لا يحب الفرنسيين إنه اليوم الأخير للحملة وأعتقد أنه من المهم للفرنسيين أن يفهموا أن لديهم خيارين اختيار مانويل ماكرون سيكون خيارا لا رجوع فيه لدي مشروع إنه مشروع شفاف لقد قدمته لقد استشرت الفرنسيين وأنا أعرضه على الجميع منذ شهور متتالية وما سمعته في الأيام العشرة الماضية لا علاقة له بمشروعي تعيش فرنسا أزمة عميقة تتعلق بهويتها ونظامها ومؤسساتها فالعلمانية التي تحكم الحياة العامة تواجه عوائق وصلت إلى أوجها في عهد الرئيس مانويل ماكرون متامحورة حول ظاهرتين العنف والعنصرية وتجلياتهما عبر انحراف في بعض ممارسات الدولة والمكونات السياسية والاجتماعية قراءة لحسن عبدالله النموذج العلماني الشامل في الحكم وإن كان يكفل حرية المعتقد لجميع المواطنين إلا أنه في مراحل مختلفة أخذ يقارب الإسلام كمكون مختلف لا يتوافق مع مبادئ الجمهورية مصطلح نمى في السنوات الأخيرة حين تعرضت فرنسا لهجمات إرهابية نفذها مسلمون وشاهد انحرافا واضحا نحو تصعيد الخطاب المعادي للمسلمين والدين الإسلامي من خلال اتهامهم بعدم التوافق مع المبادئ الجمهورية ووصم مسلمي فرنسا بالعمل على الانفصال بحسب ما أعلن ماكرون نفسه وتبعته قوى سياسية كان اليمين المتطرف في قيادتها وصلت إلى حافة خطيرة بتعميم السخرية من نبي الإسلام وازدرائه في كاريكاتورات صحافية صحيح أن مدعي الإسلام من أرهابيين وجمعيات تتغطى بالإسلام روعوا فرنسا وانحرفوا في ممارسات لا تمت للدين بصلة لكن فرنسا العلمانية لم تكن يوما بخير في علاقاتها مع قسم كبير من الفرنسيين المسلمين لم تعترف الدولة بالمهاجرين من أبناء الجيل الثالث والرابع من المهاجرين من دول المغرب العربي وغلب التمييز الفاضح على المهاجرين المسلمين أو المتحدرين منهم واستمرت العلاقة بين الطرفين في التوتر والاضطراب حتى أولئك الذين قاتلوا مع فرنسا في حرب الجزائر لم يجري الاعتراف بدورهم إلا أخيرا ينسحب هذا الاضطراب على خطاب العداء والكراهية الذي ساد من خلال افتعال الصدام مع شعائر المسلمين وتقاليدهم من منع الحجاب في المؤسسات العامة إلى الأماكن العامة وصولا إلى تقييد مدارسهم ولغتهم وجمعياتهم وحتى محاصرة شعائرهم في الأضاحي وهي المهمات التي تولها اليمين المتطرف بغض نظر من مسؤولين في الدولة لأهداف سياسية وثقافية تلغي مبدأ الاعتراف بالآخر وبحقه في التعبير ترجمة نانسي قنقر في فيينا فشلت معادلة واشنطن رفع العقوبات مقابل التخلي عن الثائر لشهيد سليماني تهران تعتبر الثائر أمرا محتوما وتصر على طلبها رفع جميع العقوبات المفروضة عليها دفعة واحدة يبدو أن شرطا أمريكيا لا يحتمل البحث لدى تهران سيكون حجر العثرة الأخيرة أمام أحياء الاتفاق النووي إغلاق قضية الشهيد الفريق قاسم سليماني شرط وضعته واشنطن كي توقع الاتفاق لكنه شرط رفضه حتمي والثأر لا شك حتمي تحدد إيران زمانه ومكانه كما صرح قائد القوة البحرية في حرس الثورة الإيراني العميد علي رضا تنكسيري العميد الإيراني قال إن لدى واشنطن أوهاما باطلة تمثلت في عرضها تقديم بعض التنازلات أو رفع بعض العقوبات إذا تخلت إيران عن الثأر للشهيد سليماني وتابع أن المرشد الإيراني السيد علي خامنئي أكد ضرورة الثأر الذي ستختار طهران وقته ومكانه هذا الشرط لشط بحرس الثورة من قائمة الجماعات الإرهابية به محاور متعددة تصر عليها الإدارة الأمريكية منها عدم مهاجمة أو إذاء الأمريكيين والمنشآت الأمريكية في المنطقة وعدم الإضرار بالمسؤولين الأمريكيين السابقين وردا على تصريحات تنكسيري قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إنه ينبغي على إيران أن تتخذ قرارها إن هي أرادت رفع العقوبات على نحو أكبر من الوارد في خطة العمل الشاملة المشتركة ويصر أن عليها تصدي لمخاوف واشنطن الأبعد والتي لا يتناولها الاتفاق وفق تعبيره وبين سياسة الصبر والحذر لا ينقل وزير الخارجية الإيراني أجواء سلبية عن محادثات فيينا بل يصر على أن الوسائل الدبلوماسية تعمل بصورة جيدة ويجدد التأكيد خلال اتصال بنظيره السوري فيصل المقداد أن طهران ليست بعيدة عن التوصل إلى اتفاق جيد ودائم حسين أمير عبداللهيان كان قد قال سابقا أن قضايا مهمة علقة بين إيران والولايات المتحدة يجري تبادل الرسائل بشأنها لكنه أكد حينها إحراز تقدم كبير في المفاوضات أصيب أربعة أشخاص على الأقل بينهم فتاة من جراء إطلاق نار في حي بالعاصمة الأمريكية واشنطن بحسب ما أعلنت الشرطة وقال ستوارت إيمير مان نائب رئيس شرطة واشنطن إنه في إطار التحقيق يجري البحث عن رجل مطلوب بسبب صلاة له بمنشورات على شبكة التواصل الاجتماعي فيما فرضت القوات الأمنية إغلاقا أمنيا في عدد من الجامعات والمدارس وعلنت شرطة واشنطن في اليوم نفسه تشجيل عمليتي إطلاق نار أخرين في أحياء أخرى من العاصمة مع هذا الخبر نصل إلى الختام وفي تذكير بالعنوين قوات الاحتلال تقمع مسيرة حاشدة خرجت في أم الفحم نفرة للقدس وأكثر من مئة ألف مصل يتحدون الإجراءات الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى الطائرات التركية تقصف مواقع في محافظة تدهوك شمال العراق وتتعرض لنيران مضادة وأنقرة تؤكد استمرار عمليات القصف عشرات الشهداء والجرحى في انفجار استهدف مسجدا شمال أفغانستان ومواقف تندد بتصاعد العمليات الإرهابية في البلاد موسكو تعلن عن قتيل و27 مفقودا في غرق التراد موسكفا وبوتين يربط اللقاء بيزلينسكي بنتاج المباحثات الجارية بين البلدين موسكو الرئيس التونسي أمر باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والغنوشي يصف الخطوطة بمحاولة أخرى لتركيز الحكم الفردي موسيقى عشية الصمت الانتخابي مكرون ولوبان يتبادلان الاتهامات بإحداث شرخ في البلاد واستطلاعة الرأي تظهر تقدم الرئيس الفرنسي على منافسته موسيقى موسيقى شكرا لطيب المتابعة ودائما بحفظ الله ورعايته موسيقى 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 موسيقى